بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بالحرمان المعنوي هو فقدان الإيمان بالله تبارك وتعالى والفقر له آثار صلبية في كافة المستويات لاسيما المستوى التعليمي والمستوى الصحي والسكني والفقر منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم كالغناء نفس السيء من الغناء ما هو محمود ومنه أيضا ما هو مذموم ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من فتنة الفقر ومن فتنة الغناء وورد عن سيدنا عمر بن القطاب رضي الله عنه أنه قال والله لو كان الفقر رجلا لقتلته إن صحت نسبة هذه المقولة إلى عمر بن القطاب رضي الله عنه فإن في ذلك إشارة إلى عظم تأثير الفقر على الإنسان وعلى المجتمع والرزق يستجلب بطاعة الله تبارك وتعالى كما أن الفقر المادي أيضا يستجلب بالمعاصي ولذلك قال علماء التربية فمستجلب رزق الله تبارك وتعالى بمثل ترك المعاصي وصحها هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه وهناك اليوم ما يقارب ثلث سكان الأرض الذين يملك عددهم حوالي سبع مليارات ستة مليار منهم فقراء ولارتباط الفقر بالتعليم بشكل كبير نجد أيضا أن نصف هذه النسبة أي ثلاث مليارات من الفقراء وهم أيضا أميون لأن الفقر يؤثر على النواحي التعليمية والتربوية وقد قيل بأن الخطر الأكبر للفقر يكمن في تأثيراته الصلبية على العلم حيث نجد المواطن الفقير يركز جل اهتمامه لسد أولوياته واحتياجاته الأساسية من مأكل ومشرب وملبس ودواء وهو الأمر الذي لا يجعله ينظر إلى العلم على أنه ضرورة للحياة أو فريدة دينية لا بد منها والفقر كذلك له آثار كبيرة على عملية الإبداع في المجتمع فكلما كان المجتمع فقيرا قلت عملية الإبداع وقلت الابتكارات التي تساعد هذا المجتمع على تقدم على تقدم ورفاهية وتطور أيها الإخوة لا داعي للإطالة بالعربية سوف نكتفي إن شاء الله بهذا القدر من العربية لكي ينتمكن من سرح القدبة باللهجة المحلية اللهم صل وصل ومبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين شكرا